ألف مبروك على تأهل منتخب مصر لأولمبياد توكيو 2020 خلاص التأهل كده أصبح رسميا مصر إن شاء الله في توكيو 2020 الصيف الجاي بصرف النظر عن نتيجة المباراة النهائية اللي هتجمعنا إن شاء الله بمنتخب كود ديفوار طبعا إحنا عايزين البطولة البطولة على أرضنا الجمهور كان رائع جدا النهاردة في مباراة السيمي فاينال داد جنوب أفريقيا لكن أكيد الهدف الأكبر تحقق والتأهل للأولمبياد إن شاء الله دلوقتي نبص للهدف الثاني وهو الفوز بالبطولة والتتويج بالبطولة والاحتفال طبعا مع الجماهير اللي هتملة استاد القاهرة زي ما شفنا النهاردة كالعادة منتخب مصر الأولمبي بيقدم أداء ممتاز جدا وأداء راقي بينسينا اللي شفنا مبارح من منتخب مصر الأول في التعادل المخيب للأمال مع جزر الكمور سفر سفر كلنا شايفين لما يبقى فيه فوز كبير وبيبقى فيه أداء مقنع بيبقى لينا نفس ان احنا نتكلم وليه نفس ان احنا نشيد بأداء اللاعبين وليه نفس ان احنا نتكلم عن الكورة بشكل عام لكن مبارح بصراحة كانت نفسنا مسدودة يعني ما كانش حد عايز يتكلم في الكورة وما كانش حد كان فاهم أصلا اللي بيحصل في الملعب ده وإعلقته بالكورة لكن النهاردة منتخب مصر يقولين بالحقيقة بيقدم نفس اللي بيقدمه من اول مباريات البطولة بعيدا بقى عن المستوى الفني العالي بعيدا عن الاسماء اللي بتقولنا ان فيه مستقبل كبير جدا للكورة المصرية مع النجوم دول الحقيقة الروح اللي بيلعب بيها المنتخب ده غايبة عننا من فترة طويلة يعني فعليا النهاردة انت بتتفرج على الماتش حاسس مش حاسس متأكد ان جول الفوس حيجي احنا الشروط الاول ما كانش احسن مستوى لنا الشروط الاول ما كانش افضل مستوى بيقدمه منتخب مصر يقولينبي لكن وانت بتتفرج سواء كنت في الاستاد او سواء كنت تتفرج في التلفزيون على القهوة في البيت انت واثق ان الجول جاي جاي بشكل عامل ازاي بس هو جاي وبعد الجول الاول ما جي من ضرب الجزاء انت برضو متأكد واسق ان فيه جول تاني وفيه جول تالت الكلام ده بقوله رغم ان هداف البطولة مصطفى محمد المهاجم اللي كل الناس مستنيان هو يسجل ما كانش في افضل حالاته النهاردة فانت مستني رمضان صبحي يسجل مستني عبد الرحمن مجدي يسجل مستني احمد فتوح مستني عمار حمدي مستني اكرم كريم العراقي اي اسم من دول قادر ان هو يسجل جول لمنتخب مصر فانت حاسس براحة وقاعد بتتفرج بتستمتع بالاداء والروح الموجودة في منتخب مصر الولمبي دي الحقيقة كنا فقدناها من فترة طويلة جدا يمكن مع اعتزال الجيل الكبير لمنتخب مصر اللي فاز بتلت دورات او تلت بطولات جأسهم افريقية ما عشناش الاحساس ده من بعده ما بقاش عندنا نفس الثقة الموجودة زي اللي احنا بنشوفها دلوقتي مع منتخب مصر الولمبي فاحنا بنحييهم وبنشكرهم على انه هم رجعونا الثقة دي في منتخب مصر رجعونا الفرحة تاني ان احنا نفرح لما منشوف منتخب مصر بيكسب في ظل الصعوبات اللي احنا بنشوفها مع منتخب مصر الاول وفي ظل تراجع الاداء من بعد ما وصلنا كاس العالم 2018 وقلنا بقى خلاص الحمد لله العقدة انزحت وتفكت واللي جاي كله بقى انبساط وكله مفترض ان هو يكون تطور في المستوى لكن الحياة احنا بنرجع خطوات لورا اسوأ حتى كمان من اللي كنا فيه مع هبتور كوبر فمنتخب مصر الاوليمبي بيعوض ده خلوني اتكلم معاكو كده في كذا نقطة او كذا ملمح ظهر في مباراة مصر الاوليمبي النهاردة ضد جنوب افراكيا الحياة بعيدا عن الفوز الكبير فحنا كان لازم نشير ان منتخب مصر الاوليمبي لما دخل المباراة دي كان فيه تهديد ان منتخب جنوب افراكيا هو المنتخب الوحيد اللي ما استقبلش اي اهداف في البطولة الحد دلوقتي فكان نوع من انواع القلق من قوة دفاعهم طبعا مع النهاردة ان مصطفى محمد ما كانش في الموت شوية ما كانش في مستواء اللي شفناه فيه مباراة المجموعة كان فيه نوع من انواع القلق من قدرة منتخب مصر على التسجيل لكن الحقيقة ان رمضان صبحي وجوده في الجنب الشمال وتركيزه على انه هو يبقى موجود في الجنب الشمال ما بيروحش الجنب اليمين زي ما كان بيحصل في الشوت الاول ده مهم جدا لانه عمل جبها قوية جدا مع احمد فتوح رمضان صبحي بيبقى قادر ان هو يضم بالعمق براحته بيبقى قادر ان هو عنده القدرة على ان هو يصنع لمصطفى محمد او ان هو يسجل بنفسه فده بيدي شراسة هجومية اكبر طبعا مع وجود احمد فتوح اللي دايما بيعمل اوفرلاب معاه علشان يستلم منه الكورة وفتوح بعدها يرسل عرضية بقى لمصطفى محمد او حتى هو شخصيا يتواغل لمنطقة الجزاء احنا كنا منشوف ده في المطقة فاحنا كان عندنا جابهة نارية بوجود رمضان صبحي واحمد فتوح ممتاز جدا من كابتن شوق غريب ان هو ثبت رمضان صبحي على الجنب الشمال وزي ما شوفنا تصريحاته بعد المباراة ان هو طلب منه اكتر ان هو يتواغل في العمق في الشروط التاني لان ده ما كانش بيحصل كتير في الشروط الاول على الجنب التاني عبدالرحمن مجدي احنا كلنا كنا نفسنا نشوفه اساسي لان الحقيقة ان هو كان انسب للعب الدور ده هو اللي بيقدر يلعب دور الجناح بشكل كويس جدا فبالتالي ده مركزه وطبيعي جدا ان ده يؤتي بثماره بعد كده ان هو عامل جابهة كويسة جدا مع كريم العراقي وبيسجل النهاردة جولين تقريبا بنفس الطريقة اللي بيتواغل بيها رمضان صبحي لداخل منطقة الجزاء فده واضح انها تعليمات فنية ان عبدالرحمن مجدي بينطلق بالكورة بيتواغل جوا منطقة الجزاء بيحاول في الاول ان هو يدي اسست للمهاجم الموجود داخل منطقة الجزاء ولما الكورة ما بتوصلش بترجع له علشان يسدد ويسجل الهدف التاني والهدف التالت برضه بمهارة فردية منه وبمساعدة حارس جنوب افريقيا اللي النهاردة ساعدنا كتير الحقيقة تسديدة بتمر من حارس جنوب افريقيا بشكل غريب وبتسكن الشباك علشان يكون الهدف التالت فانت هنا عندك تنوع هجومي دي النقطة او الملمح الاول لمنتخب مصر القولينب النهاردة هو التنوع الهجومي الموجودة عنده ان انت قادر ان انت بتسجل بمصطفة محمد هدف البطولة وقادر ان انت تسجل عن طريق الجناحين بمساعدة طبعا البكين احمد فتوح وكريم العراقي اللي عملوا النهاردة مبارك وايسة جدا طيب النقطة التانية اللي عايزين نتكلم عنها هو الدور الكبير اللي قدمه الحقيقة عمار حمدي في منتصف ملعب منتخب مصر عمار حمدي خدمان افزا ماشا رغم ان هو مسجلش النهاردة لكن عمل مباراة كبيرة جدا في خط الوسط والحقيقة بعيدا عن قدرته على صناعة الالعاب لان دي احنا عارفينها وهو مميز بها ان هو قادر ان هو بيصنع الفرص بشكل كويس جدا بحكم مركزه وهو كمان لعب مهاري لا هو كمان استرجع الكرة كتير جدا لمنتخب مصر النهاردة فده اكيد كان دور بيقدمه في خط الوسط اللي كان ناس بتشتكي من ان هو مش بيلاقي الدعم الكافي من المهاجمين فبيظهر دايما خط وسط منتخب مصر يعني سهل جدا اختراقه لا النهاردة عمار حمدي الحقيقة عمل دور كبير جدا مع اكرم توفيق في خط وسط منتخب مصر علشان يبقى في حرية لرمضان صبح وعبد الرحمن مجد انهم يعملوا مهامهم الهجومية بشكل مثالي وفي المقابل احنا مشوفناش فرص خطيرة لمنتخب جنوب افريقيا النقطة التالتة اللي عايز اتكلم فيها معاكم هي اشتراق الجيل ده من اللاعبين للجمهور اكيد اكيد كلنا خدنا بالنا من كذا لقطة بتيجي على اللاعبين وهما بيشاوروا للجمهور ان هما يعلوا صوتهم تحس ان اللعيبة دي بتشوف اللقطات دي في التلفزيون وعايز ان هي يبقى عندها فرصة انها تعملها بس طبعا لانهم هما في النهاية لعيبة محليين فما بيلعبوش في وجود الجماهير فتحس ان اللعيبة نفسها بتلعب باستمتاع في وجود الجمهور وجود الجمهور اثر بشكل كبير على اداء منتخب مصر النهاردة لما كانت الامور متأزمة ولما كان الحقيقة يعني منتخب جنوب افريقيا عامل جيم دفاعي كويس كان منتخب مصر بيستغل قوته او بيستمد قوته من الجمهور لان الجمهور كان بيمثل ضغط كبير جدا في كل كرة كنا بنسمع صوت الجمهور في كل فرصة كنا بنسمع صوت الجمهور اعتقد ان حتى كمان ضربة الجزاء اللي سجل منها منتخب مصر الجول الاول واللي هي فعاليا مش ضرب الجزاء لان الكرة كانت او لمسة اليد كانت من خارج منطقة الجزاء لكن دور كبير لعبو الجمهور فيها لان الحكم في وجود العدد الكبير ده من الجمهور ومع الضغط الجماعيري بيكون صعب عليه ان هو ياخد قرارات حاسمة ضد صاحب الارض فالحقيقة ان الجمهور النهاردة عمل دور وشكل ممتاز جدا ان شاء الله نشوفه في المباراة الهائية انا عايز اقول لكم جماعة ان المباراة الهائية هتكون اللي عايز يشتري تذكر الماتش الحضور مش هيبقى بالتذكر بس هيبقى كمان بالفان اي دي بناء على بيان نزلته وشركة بريزينتيشن بعد المباراة فناخد بالنا علشان اللي عايز يحضر الماتش جاهز من دلوقتي نفسه ان هو لازم يستخرج الفان اي دي من موقع تذكرتي فوجوده جمهور مهم مهم لي منتخب مصر ومهم برضو علشان بيحط ضغط على المنافسين زي ما قلتلكم النهاردة حتى كمان وحنا كسبين 3-0 لما بيجي الكرة مع لعبي منتخب مصر يتلاقي اللاعب عمال بيشاول الجمهور ان هو يعلي صوتهم وحنا كسبينين 3-0 بس يتحس ان اللاعب نفسه وحشوا الاجواء دي او هو اصلا ممكن يكون في مسيرته كلها معاش الاجواء دي لان احنا للاسف بنلعب مباريات الدوري من غير جمهور من فترة طويلة فدي نقطة مهمة جدا احنا لازم نتكلم عنها النهاردة الجمهور مع احترامي للجمهور اللي كان بيحضر في مباريات كأس الأفريقية للكبار لكن جمهور النهاردة مختلف تماما جمهور النهاردة صوته واضح انت بتتفرج في التلفزيون سامع صوته كويس سامع صوته مع كل لمسة للعبي منتخب مصر سامع صوته مع كل قرار الحكم بيتخذه سامع صوته مع كل هجمة لمنتخب جنوب افريقيا عشان يعمل عليهم ضغط هو ده الجمهور اللي فعليا بيحرك اللاعبين لقدامه بيحرك منتخب مصر لقدامه طيب النقطة الاخيرة من مكسب النهاردة انا بشايف انها مهمة جدا دلوقتي منتخب مصر في مرحلة التأهل للنهائي وقبل موجهة كودفوار فاز على مالي وعلى غانا والكاميرو وجنوب افريقيا اللي هم فعليا بعد سنوات حيمثلوا قوام المنتخب الاول بنفس طريقة المنتخب الاوليمبي دلوقتي انه هو برضو منتخب مصر الاوليمبي حاليا والعناصر الموجودة فيه بعد سنوات ويمكن حتى من بعد المشاركة في اولمبياد توكيو حيمثلوا عناصر وقوام المنتخب الاول ده بيمنحك ميزة اضافية وانا شايف ان هي منها نفسية ومعنوية اكتر ما هي فنية ان انت في النهاية بتتغلب على منتخبات فعليا هيكون المنافسين الابرز لك في القرى بعد السنتين ثلاثة فان مكسب النهاردة وان انت كمان تكمل وتكسب البطول على ارضك حيدي عناصر المنتخب الاوليمبي خبرة كبيرة وحيديهم افضلية معنوية على لعبي المنتخبات التانية اللي زي ما قلت لكم هيبقوا منافسينة بعد كده على التأهل لكاس العالم وعلى كاس افريقية للكبار فانت فعليا انت مستفيد بان البطولة دي على ارضك مستفيد بالحضور الجماهير الكبير والدعم الكبير اللي لقى منتخب مصر النهاردة وفي المباريات السابقة مستفيد من تتويج منتخب مصر ان شاء الله بالبطولة على حساب منتخب كودفور كل دي ميزات انت فعلا ممكن تعددها وتتكلم عنها بثقة كبيرة ان هي حتكون مكاسب حيجنيها المنتخب الاول ان شاء الله في وقت التصفيات كاس العالم 2022 واللي نتمنى نتمنى ان ما يكونش الاداء فيها مشابه للاداء اللي شفناه ضد كينيا وجزر الكمر انا مش عايز ارجع واتكلم كتير عن اللي حصل ضد كينيا وجزر الكمر بس الحقيقة يعني ان اللي شفناه كان حاجة مش مفهومة خصوصا ان ناس كتير انتقدت على سبيل المثال مكافئة الاتحاد المصري بستين الف جنيه الكولي لعب في حالة الفوز على جنوب افريقيا انا متدقي جدا بقى ان اللعبة وهي معاها مكافئة ستين الف جنيه برضو ولا قدموا اداء ولا كسبوا جزر الكمر طب يا معانتوا كنتوا عايزين ايه يعني ايه اللي ممكن نقدمه لكم يديكم روح علشان تلعبوا على المكسب ضد جزر الكمر هو منافس ما احترامنا ليه منافس مش يعني مش من اسماء المصنفة في الكرة فانا مش فاهم احنا ممكن كنا نعمل ايه المنتخب مصر الاول علشان يلعبوا روح مش عارف ممكن يبقى فيه ايه حوافز اكتر ما هو شايف الدعم المنتخب مصر الوليمبي اللي بيحقق انتصارات وبيحقق مشوارة عظيم جدا في كاسهم الافريقية مكافئات ومتاحة جهاز فني جديد ومتاح فانا مش فاهم ايه اللي ممكن يكون دافع للاعب في منتخب مصر الاول اكتر من كده علشان يحقق الفوز وعشان يلعب بروح حتى كمان بلاش يحقق الفوز ان هو نحس فعليا ان فيه امل في الجيل ده من اللاعبين حاجة فعلا مش مفهومة في نفس الوقت يعني انت برضو ما تقدرش تقيم تجربة الكابتر حسام البادري الحدي دلوقتي انا فاهم ان الناس غطبانة جدا وان الناس زعلانة جدا وده منطقي كلنا غطبانين وكلنا زعلانين بس هل يمكن تقيم تجربة الكابتر حسام البادري من نطشين اعتقد لا اصعب يعني احنا ممكن ننتقد ممكن نطالب بتغييرات لكن ان الامر يصل للمطالبة برحيل مدير الفني فاحنا كده فعاليا ما عملناش حاجة هو بس انا بشوف ان يمكن حق هكتور كوبر بيرجع له دلوقتي لان هكتور كوبر رغم ان كلنا يعني كنا مش معجبين بطريقة اللعب لكن في النهاية هو كان دايما بيبرر بان ان ده المتاح في الجيل الحالي من منتخب مصر كانت الناس دايما بتنتقدوا ان لا المنتخب قادر يقدم كرة هجومية وان الاسماء قادر ان يتقدم كرة حلوة الحقيقة ان بعد الراجل ما مشي رغم انه هو حقق التأهل لكاس العالم بعد غياب 28 سنة ورغم انه هو تأهل لنهاي كاس واما افريقيا 2017 بعد 3 دورات من الغياب لان في النهاية رحل ومع خفير اجري خرجنا من دور 16 في بطول على ارضنا ومع الكاتن حسام البادري المنتخب مش بيقدم كرة حلوة ولا حاجة فمن الواضح ان فعلا احنا عندنا مشكلة في الجيل ده من اللاعبين وهي ده امكانياتنا فمهم جدا ان احنا دلوقتي لما نيجي نقيم نقيم على اللي وصلنا له ومش نقيم على تاريخنا صحيح احنا المنتخب اللي فاز بتلت بطولات كاسة امم افريقيا متتالية لكن ده كان خلاص اصبح من الماضي اصبح من التاريخ دلوقتي احنا بنبني جيل جديد بنبني فريق جديد مع هكتور كوبر كنت شايف ان اطعنا شوط كبير من البنى وكان من افترض ان هو يعني على الاقل على الاقل المدرب اللي ييجي بعده يواصل البنى على لوحة اقل لكن طبيعي او ده المؤتدين عليه في الكرة المصرية المدرب لازم ينسف شغل اللي اتعامل قبله فكانت النتيجة في النهاية ان احنا دلوقتي عندنا امل اكبر في المنتخب الوليمبي من المنتخب الاول اتمنى النتائج تساعد الكابتن حسام البادري في الفترة الجاية مستنين لحد شهر مارس وبداية تصفيات كاس العالم هنفضل طول الفترة دي من غير مباريات رسمية فنتمنى ان شاء الله ان الفترة دي تساعد كابتن حسام البادري على ان هو يوصل للحل اللي احنا محتاجينه علشان نخرج من كوة المنتخب الاول اشتركوا في القناة